ما زالت إفريقيا هي القارة الأقل تضرراً من فيروس كورونا لكن منظمة الصحة العالمية تحذر من عاصبة متوقعة للوباء هناك كيف نفسر تدني عدد الإصابات نسبياً؟ وما وجاهت التحذيرات من أن الأسوأ قادم؟ وما العمل؟ أسئلة نطرحها للنقاش في الخبر بقية فكونوا معنا أهلا بكم الإصابات والوفيات في القارة الأفريقية بسبب فيروس كورونا تبدو ضئيلة ولا تقارن بما تسجله الولايات المتحدة وأوروبا يومياً من ضحايا يقدرون بالمئات لكن منظمة الصحة العالمية لا تطمئن لما قد تدل عليه هذه الأرقام ولا تكف عن التحذير من خطر تفشي الوباء في إفريقيا المنهكة بالصراعات وأندمتها الهشة والمتهالكة بنياتها التحتية في هذا السياق نتساءل عن دواعي هذا القلق المتصاعد من رسول الوباء وتفشيه في القارة الأفريقية وهل الجغرافيا والمناخ عوامل لها تأثير في معادلة وباء كورونا؟ أم أن العالم تنتظره حرض طويلة ومنهكة مع وباء كورونا إن وجد له موطئ قدم في البلدان الأفريقية؟ يحكى أن للشعوب والبلدان الواقعة في جغرافيا هذه القارة تاريخ مع الحض العاثر الحض ربما من جعلها منجما للثروات ونهبا للاستعمار والحض ربما من أوردها مهادك الجوع والحروب لكن لا يعرف إن كان وباء كورونا سيقتفي أثر تاريخ هذاك أم أنه سيترقف بها ولن يستشري هناك ويقصوه؟ الأرقام لا تقول الكثير وتثير التساؤل ولا تقدم الجواب ما يقارب عشرة آلاف مصاب بالوباء في القارة الأفريقية إلى الآن ويقول الخبراء إنهم لا يعلمون كيف سيبدو سلوك الفيروس وهو يتواغل جنوبا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن الأرقام الضئيلة قد توارع صفة وشيكة تلوح حين تستيقض الأنظمة الصحية المتهالكة في المنطقة فجأة على أعداد كبيرة من المصابين أولئك الطلقاء الذين ينثرون العدوى الفحص الغائب إذن قد تتسطر خلفه أعداد مهولة من الإصابات من يدفعون بهذا الطرح يجدون سندهم في دول الشمال الإفريقي ودولة كجنوب إفريقيا هناك الصورة المصاغرة عن ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في القارة برمتها أما المتعلقون بالأمل فيرون أن المقارنة بين الشمال الأوروبي الذي يئن تحت وضأة الوباء قد لا تستقيم حين ننعرج جنبا فالقارة باستثناءات قليلة لا تضج مدنها بالزائرين والتجار القادمين من كل صوب القارة التي يقتل فيها الجوع والعطش أكثر مما قد يقتل وباء مترمية الأطراف تشد فيها درجات الحرارة في كل الفصول لا تكتد حواضرها وبعض قراها في عزة طوعية لسنوات طويلة كل هذه الفرضيات ما تزال محل مراقبة واختبار تأخر تفشي الوباء قد لا يعني بالضرورة النجاة تحذر الأمم المتحدة من أن الفيروس إن تمكن من القارة الأفريقية قد يطول مقامها لا يهم إن وجدت دول الشمال خلاصها من الوباء فهو في النهاية مأزق الجميع لذلك تلح على أن الطلب الشفاء والتعافي يجب أن يسأل للجميع أيضا وينضم إلينا عبر سكايب من الواقشوت الدكتور عبدو سلام جوي ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا ومن الخرطوم الدكتور ولي الدين الفاكي عضو لجنة متابعة كورونا في وزارة الصحة السودانية ومن الواقشوت الدكتور إسماعيل ولد يعقوب الكاتب المختص بالشؤون الأفريقية أهلا بكم ضيوف الكرام وأبدأ معك سيد إسماعيل ولد يعقوب وما زالت الحيرة هي الغالبة في تفسير تدني عدد الإصابات نسبيا في إفريقيا إذا ما قرنت بأمريكا وآسيا وأوروبا لماذا في رأيك؟ السبب بسيط أن العدوى هي قادمة من خارج القارة ولم تكن القارة الإفريقية يوما بؤرة للمرض بحيث أنه عبر أوروبا قادما من آسيا للوصول إلى بعض العواصم الإفريقية أساسا عبر الجو وهذا ما جعل الحكومات الإفريقية بشكل مبكر تغلق الحدود وكل الحالات الصفر الموجودة في الدول الإفريقية هي قادمة عبر الجو وخصوصا من أوروبا والصين معناه أن الوافد الثقيل اللي هو فيروس كورونا ليس إبنا للقارة بالمرة بما جعل ذمة فوتورا ولكنه فوتورا قد لا يطول كثيرا بحيث أن الوتيرة منذ بداية مارس وحتى بداية تبريل الآن هي متسارعة جدا خاصة في شمال القارة وفي الدول الخمس الكبرى في إفريقيا كيف يمكن التأكد من أن هذا هو السبب الحقيقي؟ إلى أي حد تعتقد بأن سبب كهذا يعفي من البحث عن أسباب علمية وطبية؟ لا شك أن هناك سباب أخرى من بينها بطبيعة الحال الاكتظال ومن بينها أن الأفارقة بشكل عام ليس لديهم إلا الوقاية لأن القدرة العلاجية ضعيفة جدا سواء في الدول الكبرى مثل مصر والجزائر وجنوب إفريقيا والنيجيريا والكونغو ديمقراطية أو في الدول التي توصف أنها تجاوزت أهداف الألفية مثل بوتسوانا وجزر الرأس الأخضر إذن نحن في إفريقيا ذمة هشاشة تكاد تكون شاملة للمنظومة الصحية لأن الأولويات هي دائما للكم على حساب الكيف منذ بزوغ فجر الدولة الوطنية في إفريقيا لا ننسى أن إفريقيا هي دولة مستعمرة منذ أقل من قرن أما الديمقراطيات العتيدة التي جعلتها كورونا منبطحة فمؤسساتها تعمل منذ أزيد من قرنين من الزمن في موضوع هشاشة الأنظمة الصحية دكتور ولي الدين الفكي أثناء أعدادي للبرنامج قراءة تقارير لأطباء يذكرون بوباء إيبولا وكانوا يقولون بأن ضعف الأنظمة الصحية في إفريقيا أدى إلى عدم اكتشاف الإصابات بعددها الحقيقي هل يمكن القول اليوم أننا أمام حالة مشابهة لما كانت عليه الحالة أثناء تفشي وباء إيبولا؟ شكرا لك وشكرا لقناة العربي أنا أعتقد أن هذه الفرضية ستكون ممكنة ولكن ذكرتنا بالإيبولا وهذا المرض وهذا الفيروس في سلوكه مشابه كثير للإيبولا لكن نصر الله سبحانه وتعالى أن لا يحدث كما حدث بالنسبة للإيبولا فعلا ضعف النظام الصحي وضعف الأنظمة أنظمة الكشف المبكر للمرض قد تكون هي فرضية ولكن من المبكر جدا أن نطلق مثل هذه الفرضيات يعني كل ما نستطيع أن نقوله الآن أننا ما نراه الآن هو رأس جبل الجليد يجب علينا أن نهتم وأن نهتم بالوقاية قبل أن ينتشر المرض كما حضرت منظمة الصحة العالمية ضعفا للنظام النظم الكشف المبكر قد تكون هذه الفرضية احتمالاتها ضعيفة لأن الفيروس ظهر متأخرا إلى الغارة الأفريقية وكما نرى الإحصاءات في وسط وشرق أفريقيا غليلة جدا هذا الظهور المتأخر نسبيا جعل الأنظمة على شاشتها تستعد للكشف المبكر سواء كان بالأعراض أو ببعض الفحوصات وهذا متوفر يعني إلى الآن متوفر على قدر هذه الحالات الموجودة غير هذه الفرضية هناك اجتهادات تفسر تدني عدد الإصابة بالمناخ الحار هل هناك أبحاث طبية في إفريقيا يمكن أن تدرس العلاقة فعلا ما بين الفيروس والمناخ الحار هناك؟ الفيروسات بصفة عامة لا تحبز الجو الحار ولا تعيش فيه ولكن من السابق لأوانه أن نضع مثل هذه الفرضيات كما ذكرت ليس هناك دراسات إلى الآن أثبتت أن هذا الفيروس لا يعيش في الجو الحار بل كل الدراسات التي نشرت في أماكن أخرى عن سلوك هذا الفيروس أنه لا يتأثر كثيرا بدرجة الحرارة يمكن أن نتساهل ونطمئن ونقول أن الأجواء الحارة لا يستطيع أن يعيش فيها الفيروس ونطمئن إلى هذه الفرضية ليحدث ما لا يحمد عقباه فمن المبكر جدا ليس هناك دراسات ومن المبكر جدا أن نطلق مثل هذه الفرضيات ونقول أن الجو الحار هو السبب في عدم انتشار الفيروس قد تكون هناك فرضيات أخرى غيدة دراسة لأن الفيروس كما تعلمين جريد مثلا نوع الحياة الاجتماعية والكسافة السكانية في الغارة الأفريقية بلأخص منطقة وسط وشرق أفريقيا كما ترين هذه الحالات تختلف مثلا في الشمال أفريقيا الحالات كثيرة جدا وفي جنوب أفريقيا الدولة أكضا الحالات كثيرة جدا على عكس السلوء وفي غرب أفريقيا نسبيا أعلى من وسط وشرق أفريقيا في أسوأ الفرص الحالات لم تصل إلى الرغم 50 في معظم الدول فالركون إلى الفرضيات السهلة بدون الاستناد إلى دراسات في وباء خطير مثل هذا مسألة خطيرة جدا دعنا نستمر في الإجراءات الوقائية ونعد الدراسات ثم ندرك سلوك الفيروس وفي الحقيقة هذا يقودني لسؤال دكتور عبد السلام زوي ما الأساس الذي استندت إليه تحذيرات رئيس منظمة الصحة العالمية وبالتحديد دعوته إلى الاستعداد لعاصفة وشيكة للوباء في أفريقيا شكرا جزيلا لكم على استضافتي كما نعلم فإننا قد نرى العديد من الحالات في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية تحذر بسبب الحالات الموجودة في أفريقيا أولا بسبب الافتقار إلى القدرات في التعامل مع ذلك وبسبب أنه لا يوجد الكثير أو العدد الكافي من العمال الصحيين القادرين على إجراء هذه الفحوصات وقد رأينا أنه في العديد من البلدان المتقدمة فإن عملية الفحوصات المخبرية تتطلب أسابيع وأيام طويلة نعلم أنكم ترون أنه الواقع في أفريقيا نرى فيه بأن هناك قدرات محدودة للتعامل مع هذه الأمور وأيضا نرى بأن هناك قدرات صيدلانية وطبية محدودة محليا أيضا في القارة وإذا نظرنا أنه إذا كانت هناك أعداد الحالات في أفريقيا مشابهة لما كانت عليه في أوروبا وغيرها من بلدان آسيا فإن ذلك سوف يكون كارثيا ولذلك فإننا نعمل على تحذير الحكومات الأفريقية للتحذير أكثر لحدوث هذا الوباء لكن هل هذا يعني أن الأسوأ قادم لا محالة أم أننا أمام ما؟ يعني الإحتمال قد يحدث أو لا يحدث؟ نحن نحاول أن نركز على المستقبل سواء أحدث أم لم يحدث مستقبلا ولكن الاحتمال الذي نراه هنا أنه أننا نرى الزياد في عدد الحالات ولن نتمكن من السيطرة على الفيروس أو التعامل معه إلا إذا كنا جاهزين تماما دكتور فكي دعاني أعود لك وأنت تتحدث عن الفرضيات وأيضا العوامل المؤثرة في تفشي وباء كورونا أبريقيا ودول أخرى أو دول فيها عفوا تعاني شحا في المياه النقية وملايين البشر قد حتى لا يجدون الصابون أو مواد التعقيم أو التطهير هناك ما حجم الخطر الذي تراه فعلا في هذه النقطة بالذات؟ دكتور فكي هل تسمعني؟ ترصد أنا؟ نعم هل سمعت السؤال؟ ممكن أن تعيد السؤال مرة أخرى؟ نعم كنت تتحدث عن الفرضيات وأيضا نتحدث عن عوامل الانتشار ربما وباء كورونا وفيروس كورونا وإفريقيا وبلدان كثيرة منها تعاني من شح البياه النقية وهناك الكثير من الناس الذين لا يجدون حتى مواد التنظيف والتطهير والتعقيم والصابون في هذه النقطة كيف يمكن أن نقدر حجم الخطر بناء عليها؟ طيب هذه النقطة لها جانبان من الخطر الجانب الأول أن هذه الوسائل التي ذكرتيها والتي تدول على الفقر تجعلنا نهتم بالمقاومة أو نهتم بالوقاية قبل المرض لأن الشخص الفقير الذي لا يستطيع حتى أن يمتلك مقاومات الوقاية من الفيروس فإذا من الأفضل أن تهتم السلطات بمنع هذا الفيروس قبل أن ينتشر لأن انتشاره سيسبب خطر كبير الجانب الآخر من سؤالك أيضا متعلق بإجراءات منع انتشار الفيروس نفسه يعني مثلا الإغلاق التام وعدم الخروج كما يحدث الآن كما نرى في بعض الدول الأوروبية وفي بعض الدول لذات الدخل العالي هذه المثلة تكاد تكون صعبة أو مستحيلة في بعض البلدان فالشخص الذي لا يمتلك صعبون ليقسل به يديه فبالتأكيد لا يملك من المال ما يجعله يبغى في البيت حتى يوفر لنفسه المتطلبات اليومية له وأفراد سلاته فإذا لو نظرنا إلى هذا الأمر من كل الجوانب فنرى أن الصورة قاتمة جدا في حال انتشار الفيروس لذلك لا بد أن تضافر الجهود وأنا أعتقد أنه لابد للدول القبرى والدول العظمى والدولة الأقصاد الجيدة أن تساعد الدول الأفريقية في هذا الأمر لنفصل في هذا الموضوع لكن دعنا نحدد أكثر دكتور فكر لو أخذنا مثلا السودان كمثال هي دولة عربية كبيرة كيف تقيم قدرتها حاليا على مواجهة الوباء حتى لو انتشر لا سمح الله سودان كغيره من الدول الأفريقية النظام الصحي فيها هش وصعب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينتشر هذا المرض في السودان وكان الناس ينتقدون وزارة الصحة في تشددها في الإجراءات الوغائية في الأول ولكن وزارة الصحة هي عالم وتعلم الوضع الصحي الهش لو أعطيتك مثال بسيط جدا جدا لما يمكن أن يكون عليه الحال إذا انتشر الوباء تصوري في السودان يعني عدد أجهزة التنفس الصناعي قليل جدا جدا أغلى من 300 مثلا بالمقارنة بدولة مثلا مثل ألمانيا لديها 250 ألف جهاز تنفس الصناعي وتعاني من المرض والانتشاري هذا الحال مكربة في الدول الأفريقية إذن نحن لا قبل لنا بهذا الوباء إذ انتشر لذلك لا بد لنا من الاهتمام بالجانب الوقائي والتشدد في الجانب الوقائي وهذه الجانب النظام الصحي هش ونحن ورثناه بعد نظام استمر 30 عاما لم يهتم بالنظام الصحي أصلا فهذا الأمر صعب جدا بالنسبة لنا وهذه الصورة هي صورة مطابقة لما يحدث في الدول الأفريقية الأخرى الدول الأفريقية الأخرى سيد اسماعيل ورد العقوب بالاتحاد الأفريقي في الحقيقة أقد اجتماعا قبل أسبوعين لمناقشة تأهب الدول لمواجهة الفيروس ودعا إلى تشكيل فرق لمواجهة هذا الوباء كيف تقيم فعلا فاعلية مثل هذه الدعوة وجدواها الحقيقية الاتحاد الأفريقي أول شيء ملموس يفعله هو دخوله في حلف اليوم مع فرنسا ضمن عشر دول أفريقية ومع منظم الصحة العالمية وهذا الحلف نجمت عنه عدة نقاط ستتضح أربع نقاط ستتضح قابلية هذه التطبيق في نهاية الأسبوع وقد يقتطعون جزءا بطلب من فرنسا اللي هي دولة مانحة يقتطعون جزء عشر في المائة يقدر بخمسمائة مليون دولار من الصندوق المخصص للسل الصندوق الأممي للسل ومرض السيدة أو الأيدز هذه هي أول خطوة ملموسة إضافة إلى أن فرنسا تعحدت بدعم البحث العلمي المستعجل العاجل عن طريق شبكة معاهد باستر خاصة ذلك الموجود في داكار في سنغال أما مع ذلك فقد أبدت المنظومة الإفريقية والاتحاد الأفريقي هشاشة وضعفا في التنسيق يكفي أن نعلم أن دولة مثل بورندي رفضت إلغاء مباريات الدوري الممتاز والدوري الدرجة ثانية لكرة القدم في هذه الظروف العالمية وبنى يعني ألقت المنديل الأبيض ورفضت الحجر المنزلي الشامل بحجة عدم توفر المال الكافي وقد يكون باتريستالون والرئيس البنيني أكثر واقعية من الاتحاد الأفريقي نفسه ومن بعض الرؤساء لفارقة ولكن يتضح بشيئا فشيئا أن الصورة قاتمة وأننا قادمون نحو المجهول بحيث أن المرضى يهدد كيان الدولة الوطنية نفسها في إفريقيا حتى أن إفريقيا التي ظن بعض المحللين في السابع الماضي أنها ستكون منجاتا للإتحاد الأوروبي وسينقل تنقلب الهجرة من الشمال إلى الجنوب ستنقلب الهجرة من الجنوب إلى الشمال بعكسية الإتحاد الإفريقي إذا لم يبلغ مرض كورونا الذروة في أوروبا بسرعة فإنه سيلتحق بإفريقيا يعني الصورة قادمة الوضع خطير سيد والد يعقوب كيف يمكن الآن للدول الإفريقية أن تتجاوز كل ذلك الدول الإفريقية لا يمكن أن تتجاوز ذلك إلا بدخول مباشرة بشكل مستعجل في الحوار مع العالم الآخر بحيث يساعدها على الوقاية لأن أصلا شروط الوقاية غير موجودة وهذا سيتطلب مراجعة المديونية وتفعيل ركن القوى القاهرة في معظم الاتفاقيات التي تربط إفريقيا بغيرها خاصة بالشمال الغني الولايات المتحدة وأوروبا وإتحاد أوروبا وكذلك الصين رغم ذلك فإن الدولة الوطنية في إفريقيا وهذا ما تشهد به معظم الإعلانات المتكررة لحالات المستعجلة لحالات الطوارئ الدستورية وحالات الطوارئ الصحية فإن النخبة الحاكمة التي رمت عرض الحائط طويلا بالصحة وقطاع الصحة بحيث أن الساسة يتعالجون غالبا في أوروبا أو في الدول الإفريقية المحظولة لكنهم في هذه المرة منذ أربعة سابع اتقذوا قرارات يمكن أن يكون لها ما بعدها إذا حصلت على الدعم واستجاب المجتمع الدولي للصراخات المتتالية لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام والمتحد نفسه يوم أمس في المجلس الأمين الدولي لأضيق الدائرة قليلا وأسألك عن الدول العربية الإفريقية كيف يمكن أن تتوقع نصيبها من الضرر لحال تفشل وباء لا سمح الله أيضا نتحدث هنا عن سبع دول بمئتين مليون نسمة طبعا يعني هذا السؤال في محلي خاصة من قاعة التحرير كبرى مثل التي لديكم نصف الأفارق يا سيدتي هم عرب ونحن في المغرب الأقصى في موريتانيا نعاني في ثلاث دول العملاقة لدينا اللي هي الجزائر والمغرب وتونس نعاني الأمرين ونعتبر أكبر الضحايا العرب إضافة إلى مصر اللي هي أم الدنيا الجريحة حتى قبل الوصول قبل وصول الوباء إلى المغرب الأقصى والمغرب الأوسط ما زال سليما ولله الحمد والسودان أيضا أقل ضررا وموريتانيا أقل ضررا نحن العرب الأذارقة نواجه كارثة حقيقية وأعتقد أنه إذا لم تكن هناك جامعة طوار عربية موازية للجامعة العربية التقليدية فإن العرب اليوم استعجلوا القيامة وكلهم لسان حاله نفسي نفسي دكتور عبد السلام زوي ضيفاي كما سمعت تحدث عن ضرورة تضافر الجهود العالمية ماذا لو لم تستطع الدول الأفريقية في معظمها تجنب الوباء فهل تعتقد ربما أن المجتمع الدولي قادر حاليا أن يمد لها يعني يد العون ونحن نرى الدول حاليا المتفشي فيها الوباء يعني تقول اللهم نفسي وتستأثر حاليا بالأجهزة الطبية كيف ترى الوضع؟ إن الكفاح ضد وباء كهذا هو من أهم الأمور التي يجب أن نتحدث عنها ونحن نحاول أن نضمن بأن هذا الوباء لا يأتي إلى البلدان أو إلى المناطق الجغرافية التي نحاول أن نحميها وبالنسبة للبلدان العربية فإن بعضهم يقوم بذلك وفي معظم الأوقات لديهم عمليات ضبط قوية لحدودهم إلا في الأماكن التي فيها استثناءات بسبب الحروب وهم يحاولون مكافحة الوباء عبر التباعد الاجتماعي وعبر توعية السكان والشعب لكي يفهموا التوصيات التي تعطى لهم من طرف حكوماتهم وآخر جزء متعلق ببعض الإجراءات الوقائية من الوباء حيث نحاول أن نتنبأ باكرا بأماكن تواجد الوباء وانتشاره وبذلك فإن التعامل بين البلدان نصي به كثيرا كثيرا وهذا مهم جدا ولكن بعض البلدان لا تقوم بما يجب عليها القيام به وعليهم أن يكونوا متعاونين أكثر وأيضا يجب أن يكون هناك كشف مبكر لأن ذلك سوف يكون أمرا مهمة بالنسبة لبعض البلدان التي ليس لديها معدد كافي من الموظفين العاملين في القطاع الصحي ولكن عندما ننتقل إلى الجزء الفني اللوجستي من هذا الجهد فإنه في العديد من البلدان الأفريقية لا توجد قدرات كافية للقيام بذلك وربما البلدان الأخرى يمكن أن توفر لهم الموارد والتدريب اللازم للقيام بذلك شكرا جزيلا لك وعذرا للمقاطع على ضيق الوقت شكرا جزيلا لك دكتور عبد سلام جوي ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا حدثتنا عبر سكايد من النواكشوت وشكر موصول أيضا لدكتور ولي الدين الفاكي عضو لجة متابعة كورونا في وزارة الصحة السودانية من الخرطوم ولإسماعيل ولد يعقوب الكاتب المختص بشؤون الإفريقية من النواكشوت شكرا جزيلا لكم مشاهدين على المتابعة تحية طيبة وإلى اللقاء شكرا